السلام عليكم و عليكم السلام أهلا بسرور كاتب مساك الله بالخير يا أهلا بأخير بأخير يا أخي أنت كلما كلمتك يا أخي مبتس بتدخل السرور علي ما أدري ليه يا حبيبي والله أشأ الله عليك يا بعد قلبي خاص يلاك الله طول الحمد الله شلون كنت؟ الله يسعد الله يسعد صراحة أني تشرفت والله أني أكون معك صراحة بأس برنامج يعني إش الفخر بش؟ إش كمية القمة حبيبي والله يا سعود حبيبي والله تسلم تسلم والله يا سعود وحبلي سعيدين لتواجدك كنت الثاني ضيف في حلقات ما سألك شكرا لإستجابتك أول شيء بصراحة وكذلك تحملنا شوي ستة أسئلة ستصل من المشاهدين ويسألون ستة أسئلة مباحث أنا أتحملك أنا بستة أسئلة طيب مبانا الجمهور أنا أتحمل الجمهور بستة أسئلة طيب أتحملني بستة إجابات ما في مشكلة يعني وش تعطينا الإجابات وش تقول لا بالعكس تعرف إنه والله جيد في الإجابات صريحاً صريح جداً ايه صريح أنا هذا اللي بيورث من الظاهر اليوم لا 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 نحن نبغى الصراحة يا سعود وإحنا يعني تعمدنا يعني إحنا ما حالنا قاعدين نختار عبث نعرف الناس اللي تجاوا ولا اللي تزحلك أنت من الناس الصريحة التي تجاواب إن شاء الله على ستة أسئلة أزين؟ أنا شاء في برنامج جاي أخف ما أجل برنامج الجاي ولا شي أنت الآن لماذا اشتركت الخزنة؟ يلا هذا أول سؤال من لي سأل أصبر سأل الجمهور أنا أسمع يا حبيبي يا خالد يا بعد كله هي ستة أسئلة طيب هذا واحد منهم يلا هذا أحضر من أسئلة؟ طيب الآن يتصل واحد يأسأل بالسؤال وبعدين أنت كذل خلاص أسحب السؤال يلا لكن يأتي لحين واحد من الجمهور إن شاء الله يأسألها يلا تصلاة الجمهور تصلاة الجمهور جاهزة معنا؟ يا بعدي والله والله أن الجمهور غالي وأنت غالي وقلاقي غالية شوف هذه البدايات ضعيب التوهيد والله قاعد تزبط الأمور يلا دعنا نسمع الاتصال الأول غايدة السلام عليكم حياك الله يا غايدة حياكم مساء الخير يا غايدة ترفعين صوتك بس حتى نسمع بشكل واضح أتمنى تعيدون برنامج قبيل الغروب أتمنى تعيدون إيش؟ برنامج قبيل الغروب قبيل الغروب إيه طيب أمشي إحنا بس لو بس أأكد إنه الملاحظات إحنا بناخذها بعد فقرة الأسئلة الستة إتأكيد عندك سؤال للسعود ولا؟ لا لا معنا لا شكلة تبيدي أمسك البرنامج طيب شوف تأكدون بس إن الاتصالات الآن هي لفقرة الأسئلة الستة ونأكد عليها إحنا بناخذ الاتصالاتكم ونسمع عراءكم ومخترحاتكم وإعاداتكم لتبغوا أنهم كل شيء يبشروا وسموا وامروا لكن بعد الأسئلة الستة أحمد شكرا تبيدي أمسك أتأكد أسمع يا سعود يالله هذا جانا أحمد أحمد من مكة بعد حياك الله يا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم سعود لا تغرب أنا جاية في السباة أقدم شكل أو شيء على ماسا تفضل مدام عندك سؤال تفضل ومدام أنك جاية بقوة كذا فتفضل ونص لا أدخل قوة تكفل دخلي نخسر تعجبني الدخوليات القوية هذه أنا أحمد أحمد تريك أن تعجزكم بزيد شوف حبيبي أنا ما أعيندي المجاملات لا لك ولا الماسا كافو أنا والله بجيب العيد يلا عاطني تمعت أول شيء فرحنا فيك يوم جيت في الخزنة يا حبيبي والله أربع قدرك وبعدها هروبك ما نجي وين رحت في شيء جديد لك ولا بربه هروب في هروب أول سؤال أنا أبغاد جاع بإظلا وجهك يا أحمد هذا سؤالي قبل أن أقفل وينقطع الخط شكوى على ماسا تفضل حيننا نسمع هنا حبيبي برامج لها سبع سنين تنعات نعم مثل برنامج بصمة برنامج حبيبنا الخضران وما يحتاج شرحه لك يا أخي ترى هرمنا من العادات هذه برنامج يعني قريبة برنامج رياض وش اسمه معلش تكلمني باسمه برنامجين ما برنامج حتى بعاد مو بجايزك رياض برنامجين الرياض ما يحتاج أشرح لشي البرامج يعادة البصمة طيب يعادة بصمة برنامج طيب وصل صوتك يا أحمد أنا أريد أنك تنتظر ولس مع إعجابة السعود عشان إذا ما أعجبتك إجابة السعود تتفهم معه بعد أحيان من أساعة ثاني ممتاز يلا يا سعود أحمد حبيبنا أحمد أنصح ما جزت لك برنامج عددها صح؟ نعم المفضل يجبون يا أنا يخلوني أجيب برنامج جديد جيتوا هد جيت الله يحييك يلا ويلك والله يشوفوا يا جماعة أنا جب خالد ما قلتك في البداية أنا أصدتان صريح صح أو لا نعم ايه أنا رجال أحفل في المنطقة الشرقية طيب سعود بس قرب المايك منك كذا المايك كويس قرب يعني الجوال منك ايوه كذا السلام أنا رجال أدام في المنطقة الشرقية طيب استوديو حقنا وين في الرياو في الرياو جينا في البداية أنا إنسان صريح خذ مني استفقنا على عدد حلقات معين جيت خلص عدد الحلقات حقتي طيب على اتفاق مع عملي وكل شيء وتلسيب الأمور قالوا يسؤلت في الشرقية كيف أمورك لك أنا ضبطت بأموري هذي أنسوها أنا زين أموري خلصت الحلقات قالوا يسؤلت بقي أربع حلقات زدها شوي بيت زود أربع حلقات وزدت أربع حلقات ترتب دمامي خلصت أربع حلقات قالوا زد أربع حلقات تجمع هذه ميزتي مزاد ولا هي ب... خلوا نختصر عطني بالبداية كم عدد حلقات يخلصها لك ونتها المو أولك حجلة نحي يعني أنت تقول إنو عشان عملك في الشرقية بعيد ورسلت ورسلت وفي الرياو في لا مو عشان عملي اشان الاتفاق في البداية اتفاق في البداية كم عدت حلقة تبقى الله صالك أنا الدوّد بزوّد معك شوي بس زوّدت أنت أكثر أنا ما عدت تسمح لي ضروفي طيب يعني البرنامج هو مستمر والجمهور طالبة والدورة البرامجية ما انتهت الجمهور على العنوانسي والدورة البرامجية على العنوانسي لكن أنت يوم تجي تضع خطة برنامج تعرف البرنامج كم يبغى طح ولا لا؟ الجمهور كله يعرف أنه مع بداية الفصل الدراسي تقريبا بالحدود هذه إلي الاختبارات هذا هو معدل الدورة البرامجية المعروفة وغير دورة رمضان معروفة يا قلبي يا خالد يا حبيبي والإعداد والإنتاج وكلهم يعرفون أنت تعرف الجمهور ما يبغى صح ولا لا؟ وتعرف ما تستبدأ الدراسة صح ولا لا؟ وتعرف المفروض تقفل برامجك صح ولا لا؟ فأنت لما تجي تطرح عليه برنامج تقول لي يا حبيبي يا سعود عندي ثم لا تضع حلقة لا تضع حلقة عبد السعود عجابتك مقنعة لا يوجد مشكلة لكن أنا أتكلم أنه جاتك إضافة إضافة في حلقات وانت تقول ما عندي مشكلة في عملي إيش المشكلة تستمر؟ يا سلام جاتك إضافة لما تجيك إضافة تقول لك إضافة أبغى بس أربع حلقات وقفل يدروني يقول لك عشرين حلقة يعني ما أدري أحس أنها لا خل شوف أحمد أحمد الحكم ما أحمد تشوف الإجابة منطقية يعني ولا؟ نوعا ما نوعا ما يعني أنا حس مع أحمد 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 يا قابي أنصفني لما أتفق معك في البداية في عقلي فاربطك الحلقة ثم أزود وتزود معي بعدين أزود أكثر أنت بعد منزم في أشياء صح أو لا؟ صحيح يا أحمد أنصف لا اسمعني بس أنا أقولها لك لا أنا أعتب على قناة المجد بفضعة عامة الآن مظل مستمر برنامج زي ما قال سعود فجأة انقطع طيب ماذا الأسباب؟ خلاص انتهت البرنامج الخزنة هو منقطع كذا خلاص الدورة البرامجية انتهت الدورة البرامجية موأنا jemandاعد وجمهور وواضحة وقتها وواضحة إعاداتها وواضحة انتهاياتها متى خلاص بالفصل الدراسة الأول بدأ الموسم الجديد بدأ الحلفاء بدأ المسلسل بدأ البرامج الجديد بدأ مسالك بدأت كل البرامج الجديدة العموم هي وجهة نظرك سعود هذه اللي جاء بس السؤال الأول شكرا لك يا أحمد ننتظر السؤال الثاني شكرا لي أحمد وسؤاله ودخوله القوي بصراحة أبو مالك في اتصالنا الثاني حياك الله أبو مالك أبو مالك مساء كله بالخير السلام عليكم ورحمة الله يا أهلا وسهلا أبو مالك مساء الخير أسد خالد مساء النور يا أهلا وسهلا أسعدتنا بتواجدك ستبه للحبيب الأخ سعود يا أهلا والله أبو مالك يا مرحبا حياك كله طال عمرك في البداية صراحة أنا أشكر قناوات المجد على البرامج المميزة والهادفة خاصة في الدورة البرامجية هذه من أقوى البرامج وألف شكر لجميع العاملين في القناة أنا عندي سؤالين للأستاذ سعود ركز سؤالين أبو مالك لا أثنين الأول هل ممكن نشوف في برامج غير الخزنة يعني برامج ثاني مختلف طيب السؤال الثاني الخزنة برامج مميز لكن في مشكلة نبغة تجديد في الآلية تطوير في فكرة البرامج تطوير في فكرة برامج تقصد الخزنة الساعة الرابعة صعب جدا تحط أربع أرقام مبهم يعني فليش ما يكون فيه تجديد من ناحية خاصة المقدم مو قاعد يقرب لنا بالضبط وفي الأخير أقول سعود والله الله يسعب حكي أنا وعائدتك أمتعين معك في برامج الخزنة أخذت دمك وأبداعك في التقديم هذه شهادة حق استهلها والله الله يسعدك والله يعطيك منعازية شكرا لكم يالله تفضل يا سعود بالنسبة للبرامج الثانية نعم فنقول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يكون لي برامج ثانية ويسلقون سعود في شخصية مختلفة جدا مو بلازم يكون في تقديم مسابقات أو يكون في صحكة وممكن يكون في شخصية ثانية يعني يكون في برامج ثانية بإذن الله إن كتب الله ويسر الله أما بالنسبة لل فكرة تطوير برنامج فكرة تطوير برنامج في فريق إعداد ما شاء الله تبارك الله قاعدة تشتغلون وما يمنع أني أعطيهم حين أفكار وأعطيهم اقتراحات وهم بيضا وجيهم متعاونين جدا الله يزاهم خير أما بالنسبة للتقريب يا خالد أنت ما اسمعك لربيز ما اسمعت لربيز لا تقرب خلصوله بشفافية عادي تكلم قول والله ما اسمعت وعد ينزل بالدور الثاني يقول كيف حالك سعود وهذه بحد ذاتها خلاص هذا كيف حالك هذه خلاص تمام وهو أكيد أكيد البرنامج يعني الخزنة إذا كان له موسم طادم وكذا فيأكيد أنه بكل شك بكل شك بكل تأكيد وبدون شك يعني أنه سيكون إن شاء الله هناك فيه تطوير في آليتها أكيد يعني هذا لكل برنامج ما يرجع غالبا في نفس الفكرة إلا بأفضل منه ويتطور دائما طيب اتصال سميرة حياك الله يا سميرة السلام عليكم يا سميرة أيوه السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا سميرة تفضلي وش سؤالك؟ احنا خدنا تتصال سميرة أستاذ السعود هلو غالة مرحبا سميرة أبس ألك أبس ألك أبس ألك ذي حسن السؤال ليش ما شاركت لبرنامج الحلفاء؟ مشاركة سعود مشاركة طيب شكرا لك يا سميرة أعطيك العافية تفضل المايك لك يا سعود البرنامج الحلفاء صراحة جميل جدا وفكرت رائعة بس ما أدري ما حصل ما حصل أصيب ما أدري والله ما أعرف توق طالع من همثون وذا وغفل واقع ولك اليوم مدري إيش ها؟ لا 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 تصاري لفينت لا 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 أعطيك إجابة لا 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 أعطي إجابة خالد أنا أعطيك أجاوب طيب صرفنا معنا الله أكبر بعد برنامج همتون يشوف الناس شاركوا في البرنامج اللي بعد همتون على طول من واقع الواقع طيب إتجاوب ليه مشاركت أجل ليه مشاركت شكرا أنا والله ما أدري هذا عند الإعداد عندهم خطة وعندهم فكرة وعندهم محسيرات معينة وممكن تجديد فهذا شيء راجع لهم بالنسبة لهم لكن إن شاء الله تقصد أنك أنت يعني ما أحد دعاك البرنامج أنا تقصد أنه ما جاءتك دعوة للبرنامج عادي بكل صراحة ما جاءتك دعوة للبرنامج ممكن سعودهم مناسب لهذا البرنامج وبلادهم كل برنامج يرسلون لي أيه فهمتك أي لا عادي لكن أنت عندك استعداد هذا الفكرة والله على حسب أحيان الحلفة أنت شفتها وتقول عرفها ينفع لك تحس أنك لا شف مو بشرط أنه ينفع لي ولا يشوفوا الجازي ولا شيء أنا أقول كيمكن هم شافوا أنه في أشخاص ثانية مناسبة نحن نسعدوا بكل برنامج فهمتك تمام توقع مخلص من برنامج إذا تطلع برنامج ثانية ممكن فهم طيب معنا اتصال برضو آخر رزان سلام عليكم تصرقم كم هذا هياك الله يا رزان هلا وعليكم السلام رزان تفضل وش سؤالك؟ ما عندي سؤال لسعود بس نجي اقتراحات طيب تمنيت أن تكون بعد شوية تفضل يا رزان لو سمحت وأحسها بالدورة حقته برامجية مرة أوقاتها ممرتبة أوقاتها ممرتبة؟ أبدا طيب وش اللي عندك اعتراض على أي وقت؟ مثل سل قبل الحاوية مرة وقتها غلط متى وقتها الآن؟ بعد سات العشة؟ المغرب؟ الساعة سبعة تماما لا مو سبعة تماما قل له انا سيجي سبعة لا هو بعد صلاة المغرب من الحرم النبوي ما يجي سبعة يجي قبل بعد بالحدود هذه لكنه مو سبعة بالضبط هو بعد صلاة المربوطين ما ستنقل صلاة المغرب من المدينة فبعدها يبدأ المسلسل طيب متى الوقت؟ متى الوقت؟ متى الوقت اللي تبغينا؟ طيب مو في الحلفاء؟ طيب مو في الحلفاء؟ من الحلفاء كثنا بعدها حتى فقرات الحلفاء صارت كلها بس للمقدمين ذي ما في يعني جلسات أريحية ما في عفوية برنامج يعني الطالبين بواقعية أكثر في الحلفاء؟ ايو فقرات فقرات عبشي والمشكلة فقرات دي وحادة ثانية البارحة زي فقرة 130 بدأت تسعة ونص تقريباً أو تسعة ايو الأربعات طبعاً استثنانية بدأت تسعة ونص ايو وبعدها أنت تقريباً منعش كيف ندارس فيه؟ طيب ترى هناك إعادات أكثر من إعادة قبل الهاوية كلها ما تناسبك؟ طيب أرفع صوتك للمسؤولين شكراً لك يا رزاني أعطيك العافية شكراً شكراً معلش سعود دخلنا كذا؟ نعم عادي باقي اتصالي شباب نحن وقلنا اتصال واحد صح؟ حبيب سلام عليكم يلا حبيب عاد لي يأتيك سؤال أخي حبيب نسمع المسمى إن شاء الله لا مصيبة تفضل يا حبيب سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله حياك الله يا حبيب خالق ودي أصعد سعود سال ودي أخذ معك حتى نزيلة صرحة دين وحق أصدرى هذه الإعادة طيب اتفضلوا سؤالك لسعود السعود أصدرى أنا بحرقات أننا ننفذ أننا ننفذ أننا ننفذ أننا ننفذ صوتك يقطع ترى يا حبيب ننفذ أننا ننفذ وش قلت يا حبيب عيد كلامك أقول لأنا لحين سعود يأتي متصل يستعلي يقول العادة ما يقول إذا جاوب صح يقول له كما رقم أخذنا فيدي صبر من أنا يقول لي متأكد ولا متأكد أنا مدرحة بطراحة يعني يا حبيبي لو علينا فتحت الطيب دائم كل حلقة طيب لكن في الغالب لما قلت ها قربت لا أصبر طيب تأكد لأني أدري أن الرقم بعيد أدري أنه مو بحول الرقم فأحيانا أعطيه مرة ثانية أعطيه مرة ثانية إذا جابه صح أقدر أطولها معه شوي صراحة يعني بنفس الخزنة فإنته الوقت يا الله ترافك الصراحة يا سعود شايف أنا ما عندي خالف أنا قيل لك قبل ما أبدأ لا أعطيك صريح الله يسامحك بس يا سعود الله يسامحك يعني يوم أنه يجي بجاوب صح تجي تتمططها معه شايف هو بجاوب صح خاص جاوب صح لا أعطي نتمططها معه عدو الله النمي ألعب بقى صابر شوي أسرع دائم والله يخادر النمي بعد حققها تقول لي إذا حتجاوب خطأ لا تكتفرح ثم أخشي تقول له غلط كنت عدو الله مش أسوي لازم نقوم كلهم أنا أرى إجابة مقنعة المقنعة أيها حلو شكرا لك يا أساد السعود وسعيد جدا من داخلتك اليوم معنا سلت أسئلة جابت عنها بشفافية عالية هنيك بصراحة الصراحة العالية غير مستغرب منك ما شاء الله تبارك الله وننتظر إطلابتك القريبة جدا بإذن الله في قناة شاشة ماسا أو حتى شاشات المرد كلها الله يسلمك حبيبي ويرفع قدرك ويدزاك خير وتوقع برنامجك الحصانة بالنسبة للجابات حصانة مساعدة الصبر الحصانات شكرا لك يا حبيبي والله يصدق شكرا لك تمنيتنا لك بالتوفيق